شرع وزير الطاقة والمناجم الجزائرية محمد عرقاب الثلاثة في زيارة عمل إلى النيجر تدوم يومين بياننا عن وزارة الطاقة الجزائرية ذكر بأن الوزير عرقاب الذي سيكون مرفوقا برئيس المدير العام لشركة سونطراك سيعقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولين في النيجر لبحث سبل تعزيز أفاق التعاون الثنائي وتطويره خاصة في مجال المحروقات من خلال استئناف نشاط مجموعة سونطراك الجزائرية في البلاد